نتحدث عن التنافس والصراع وكنا في المحاضرة السابعة عرفنا الصراع وقلنا أن الهدف من الصراع دائما هو القضاء على الطرف الآخر وهنا يكون الفرق الجوهري والأساسي بين الصراع والتنافس لأن التنافس يسعى فيه كل طرف إلى الوصول إلى أهدافه ولكن دون القضاء على الطرف الآخر بينما الصراع يسعى كل طرف إلى الوصول إلى هدفه لكن بالقضاء على الطرف الآخر التنافس يحدث بين طرفين أثناء محاولة كل منهم تحقيق هدف معين ولكن مثل ما ذكرت دون القضاء على أو إعاغة الطرف الآخر بينما الصراع يحاول كل طرف أن يضع العقبات والعوايق التي تحد من تمكن الطرف الآخر في تحقيق الهداف وبالتالي هذا هو الفرق الجوهري والفرق الأساسي بين الصراع والتنافس أهمية دراسة الصراع التنظيمي الإنسان هو العنصر الإنتاجي الأكثر أهمية في تحقيق كفاءة التنظيم وبالتالي لا بد من دراسة الإنسان فيما يتعلق بالجوانب الجماعية مثل الصراع، مثل التنافس، مثل المفاوضات، مثل اتخاذ القرار الجماعي لأن الإنسان هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج ويؤثر على كفاءة وفاعلية التنظيم وهو كذلك العنصر الإنتاجي الأكثر حيوية وفي تحقيق أهداف المنظمة وبالتالي لا بد من أن تزعى إدارة المنظمة أن تخلق بيئة أو بيئة عمل تحقيق أهداف المنظمة عبر خلق جو يشجع على الإبداع ويشجع على التعاون وكذلك يشجع على أن يقوم المدير بتحويل الصراع إلى تنافس لصالح المنظمة ونقول أن طبيعة تكوين الإنسان تجعله في تفاعل مستمر تجعله في حالة تناقضات، في حالة صراعات، في حالة مفاوضات وإذن نقول أن المدير الناجح هو الذي يهدرس هذا الصراع ويستثمره لصالح أهداف المنظمة وتحقيق كفاءته مراحل الصراع التنظيمي أولا مرحلة الصراع الكامل وفي هذه المرحلة يكون هناك اختلاف وتشعب في الهداف وهو الرغبة في الاستقلالية وتسبق مرحلة الشعور بالحاجة إلى الدخول في صراع وهنا مرحلة الصراع الكامل هو مرحلة معطيات تسبق مرحلة الشعور بالحاجة إلى الصراع يعني هي مرحلة مرحلة كومون للصراع وحتى هي مرحلة ليست مرحلة شعور بالصراع وإنما هي مرحلة تسبق الشعور بالصراع لذلك المرحلة التي تليها مباشرة هي مرحلة الشعور بالصراع وفي هذه المرحلة يكون هناك شعور بالقلق والتوتر لدى الأطراف المتصارعة وهي مرحلة تحديد أو توحي بالحاجة إلى اتخاذ موقف معين إذن في هذه المرحلة يكون هناك شعور بالصرع من اسمها مرحلة الشعور بالصرع فيها يكون هناك شعور بعدم الارتياح شعور بأن هناك نزاع بين الطرفين والمرحلة التي تليها مرحلة ظهور الصرع بعد الصرع الكامل وبعد الشعور بالصرع هناك مرحلة إصهار الصرع وهي المرحلة التي يبدأ كل طرف فعليا في إلحاق الضرر بالطرف الآخر ثم تليها مرحلة ما بعد الصرع وهي المخرجات التي يتوصل إليها إما توصل الطرفين إلى حل مرضي وإنقلب الصرع إلى تنافس تعاون وإما حالت عدم الرضا وهذه بدورها تؤدي إلى تفاقم وذيادة الصرع آخرا نقول أن هناك تطور فكري في دراسة الصرع بل أن هناك اتجاهان للتعامل مع الصرع التنظيمي الاتجاه التقليدي وهو يرى أن الصرع نذاع غير مرقوب فيه داخل المنظمة وبالتالي لا بد من القضاء على أي شكل من أشكال الصرع داخل المنظمة ووجود صرع داخل المنظمة بفقا لهذا الاتجاه يعني أنه توجد أمور خاطئة في المنظمة ينبغي القضاء عليها ويجب أو يمنع الحديث عن وجود صرع داخل المنظمة ويجب على المنظمة أن تسعى إلى التخفيف حدث الصرع وتقضي عليه باعتبار أن الصرع ظاهر قير صحيا وكذلك يجب الحديث عن عدم وجوده أو اجتناب حتى الحديث عن وجود صرع وكذلك يجب الحد من الصلاحيات الممنوحة للأفراد كأسلوب للقضاء على الصرعات أو كوسيلة للتخفيف من حدة الصرعات إذن هذه الأمور هي التي يقوم عليها المنهج التقليدي في التعامل مع الصرع المنهج الثاني أو الاتجاه الثاني هو الاتجاه الحديث ويرى أن الصراع هو ظاهرة حتمية لا يمكن اجتنابها الصراع موجود بوجود المنظمات نفسها ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال والصراع قد يكون أحد البواعش للفرد فهي نظرة إيجابية للصراع باعتبار أن الصراع يمكن أن يكون دافع للفرد للتجويد والآداء خصوصا إذا انقلب أو تم تحويل هذا الصراع إلى تعاون بدلا من أن يكون صراع يكون تعاون أو تنافس ليس هدفه القضاء على الأطراف وإنما هدفه التعاون من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية وكذلك يرى هذا الاتجاه أن إدارة الصراع والتفاعل ماهو بإيابية من مهام التنظيم أو لا بد الإداري أن يسعى إلى إدارة هذا الصراع ونحن من خلال هذه الوحدة سوف ندرس أو نتعلم كيف ندير الصراع وإذا أثر الصراع إيجابيا على أداء الجماعي فالأولى تشجيع وإذن هذه نظرة إيجابية أيضا للصراع وهي وفقا لهذا الاتجاه أن الصراع إذا كان لديه نتائج إيجابية أو آثار إيجابية يجب على المدير أن يشجع هذا الصراع طالما هو في مصلحة العمل وفي مصلحة العاملين وإنخفاض مستوى الصراع أو إن عدمه يصاحب بتدني مستوى الإبتكار والتجديد باعتبار أن هذا من الآثار الإيجابية للصراع هي مسألة الإبتكار والتجديد لأن كل طرف يسعى من الأطراف المتصارعة يسعى إلى العمل بدافعية أكبر وبالتالي هذا يؤدي إلى أو ينعكس بصورة إيجابية على فاعلية التنظيم إلى هنا أكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته